مخاطبة الاتحادية المالية تشترط إكمال التوطين لإطلاق رواتب الإقليم وتخذيره من ارتفاع نفقات الموازنة رئاسة البرلمان تقسم البيت السني الإطار يترقب طرح مرشح توافقي وترجحات بتمريره بالجولة الأولى الأولوية للمناطق الفقيرة السوداني يوجه بسرعة إنجاز المشاريع وتوجه لاستثمار الغاز المحلي لتوليد الكهرباء رغم محاولات التواصل لهدنة نتنياهو يتعهد بعملية برقة في رفح والاحتلال ينشر ألاف الجنود في الضفة الغربية أهلا بكم إلى نشرة أخبار منفصلة من قناة الرابع والتفاصيل حيث أبلغت وزارة المالية المحكمة لاتحادها بعدم صرفها رواتب الإقليم لشهر أذار إلا بعد استكمال التوطين وفي بيان لها وجدت المالية بتمويل حزاب الإقليم لصرف رواتب المتقاعدين والمشمولين بالرعاية في كردستان وإشارة الوزارة لأن إطلاق الرواتب شهر أذار مرهون باستكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم لدى المصارف المحددة هذا وضعت اللجرة المالية نيابية صقفا زمنيا لإتمام عملية تطقيق بيانات موظفي ومتقاعدين الإقليم عضو لجنة جمال كوجل قال أنه سيتم الانتهاء من عملية التطقيق بأقل من شهر واحد فقط لا في ثاني لأن عملية توطين الرواتب متعلقة بأمور فنية وإدارية مضيفا أن اللجانة الحكومية المتخصصة شرفت على الانتهاء من عمليات التطقيق قال عضو الاتحاد الوطني أحمد الهركي أن مجلس الوزراء الاتحادي سيؤاز قريبا لوزارة المالية لإطلاق المبالغ المقترحة للإقليم الهركي قال خلال استضافته في نشرة سابقة أن هناك بعض الخلافات الفنية والإجراءات المصرفية التي تحتاج للتوسع في الأقليم قامت بإرسال قوائم يعني هذه العملية ستأخذ المزيد من الوقت لنكن واقعين الإجراءات تأتي بعد قرار محكم الاتحادية التي رسمت خارطة طريق مستقبلية في العلاقة بين الأقليم وبغداده جزئية رواتب الموظفين بشرطها الفني والمالي القوائم تم إرسالها وأعتقد أن وزارة التطالية حسب البيانات أنه تم مثل التطقيق البيانات المرسلة لذلك سيتم إرسالها إلى مدلس المزارات ثم سيوعز مدلس المزارات ربما خلال أيام المقبلة إلى إعاز لوزارة المالي بإطلاق حصة الأقليم أو المبالغ المخترحة هناك اختلافات موجودة ولكن على يعني اللي نتحدث بصراحة هي الإجراءات تحتاج لبعض الوقت بموضوع المصارف يجب أن نتفتح بروها لمصارف الرافدين والرشيد القدرة الاستيعابية للبنك التجاري العراق الموجود له فروح بالأقليم ولكن ربما هذا العدد الكبير من الموظفين والمتقاعدين بحاجة إلى فروح أكثر أكد النائب المستقل نظم الشبلي أن حكم المحكمة الاتحادية بإلزام دفع رواتب موظفي الإقليم سيؤدي إلى زيادة النفقات التشغيلية للموازنة الشبلي قال أن الحكومة الاتحادية كانت تعطي رواتب للإقليم بصورة سلفة والحكومة ماضية بها لافتاني لأن الإقليم لم يسلم أي مبالغ من إيادات النفط ولا من المنافذ لحكومة المركز وأضف أن أصلا الموازنة هو أن يسلم الإقليم لبغداد مبالغ 400 ألف برميل للموازنة دعا رئيس وقيم كردستان العراق نجيرفان برزاني الأطراف السياسية إلى التفاهم لتجاوز المشاكل والخلافات برزاني في بيان قال أن التفاهم المشترك بين بغداد وأربيل سينهي التحديقات ويحمي مكاسب الشعب الكردية وحقوقه الدستورية مضيفا أن تطبيق الدستور والنظام الاتحادية سيحفظ جميع حقوق مكونات العراق ينتظر توطين رواتب الإقليم تطقيق قاعدة البيانات الوظيفية ليدخل حيز التلفيذ المدد الزماني الموضوع لهذا الملف وكيفية استقطاع هذه الأموال من حصة الإقليم نتابعها مع أحمد ليسى إيقاف التمويل الشهر ونظام القروض وتوطين الرواتب في المصارف الحكومية الاتحادية هذا ما نص عليه قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن رواتب الإقليم توحيد رواتب الموظفين مركزيا سيأتي بعد الانتهاء من إجراءات جمع وتدقيق بيانات القاعدة الوظيفية في الإقليم من قبل الحكومة المركزية في بغداد قرار المحكمة الاتحادية بخصوص رواتب الموظفي الإقليم أصبح بات وملزم للإقليم وللمركز بس نحن من الناحية العملية يعني تحتاج أنت إلى مدة معينة من أجل أن تستحصل القوائم الحقيقية المبالغ المخصصة بما أنه قرارات المحكمة الاتحادية بات وواجبة التنفيذ يفترض أنه لا تنفذ الآن هذا موضوع توزيع الرواتب لموظفي الإقليم إلا بعد التوطين القيمة المالية لرواتب جميع موظفي الإقليم ستستقطع من الحصة الكلية لحكومة أربيل في الموازنة الاتحادية وتدفع بحسابات الموظفين في المصارف الحكومية بعد توطين رواتبهم إجراءات سرعة الانتهاء من إنجازها بحدود المدد الزمنية الموضوعة تعتمد على سهولة التنسيق والتعاون المالي والإداري بين حكومتي بغداد وأربيل من ناحية الإدارية يجب أن يكون هناك الرقم الوظيفي لكل موظف المعمول بيداخل النظام المالي العراقي من ناحية ثانية مسألة تحويل الأموال على المصارف الموجودة فتح فرور أخرى للمصارف الموجودة هناك المصارف الموجودة العراقية العاملة للرافدين ورشيدين الأساسيات بالتمويل توطين الرواتب جميع تفتح أكثر من فرع المسألة ليست صعبة وليست معقدة سهلة إذا كان هناك توافق من جانب الإقليم إداريا أن ينظم حسابات المالية والإدارية وتعمل الحكومة الاتحادية مع حكومة أربيل على إنجاز تدقيق جميع بيانات موظفي الإقليم قبل توطين رواتبهم في المصارف المركزية تطبيقا لقرارات المحكمة الاتحادية الملزمة أحمد ليث بغداد قناة الرابعة أعلن حزب تقدم عزمه ترشيح أسماء جديدة لمنصب رئيس مجلس النواب تحضر بقبول القوى السياسية الأخرى مصادر من الحزب قالت أن مجلس النواب سيضيف على جدوى لأعمال خلال الجلسة المقبلة فقرة من شانها فاتحبا بالترشح مرة أخرى على المنصب ومشيرا لأن تقدم سيطرح أسماء جديدة تحضر بقبول الأطراف الأخرى هذا وعز الإطار التنسقي تأخر حسب منصب رئيس البرلمان إلى الخلافات التي ضربت البيت السنية المتمثلة بتطورات الأخيرة بين تقدم الأحزاب السنية الثلاث عزم والسيادة والحسم نواب عن الإطار أشاروا لأن الأحزاب الثلاثة أرسلت مرشحها سالم العيساوي إلى قادة التنسيق إلا أن تقدم رفض ذلك الترشيح وبقوة مشيرين إلى أن الإطار لا يزال ينتظر توافقا نهائيا حول الشخصية التوافقية رهن النائب المستقل على الحيدري حصم ملف رئاسة البرلمان الشاغر بطرح شخصية قويمة وغير خلافية ورجح الحيدري في تصريح خاص للرابعة أن يمرر اسم سالم العيساوي من الجولة الأولى إذا ما اتفق المكون السنية عليه لا يمكن تحديد موعد لانتخاب رئيسا لمجلس النواب إلا في حالة أنه الاتفاق النهائي على طرح شخصية غير جدلية لرئاسة مجلس النواب نحن في أعضاء مجلس النواب في حالة أنه طرح هذه الشخصية يكون رئيسا لمجلس النواب وتكون شخصية غير جدلية أكيد سنمضي وممكن أنه سيكون تمريره خلال الجولة الأولى أما الذهاب إلى الوراء وطرح شخصيات جدلية وبالتالي أعتقد هذا سيعقد المشهد أكثر وبالتالي أعتقد نعمل من الأخوة في الكتل السنية طرح الشخصية المقبولة لدى أعضاء مجلس النواب ويكون هناك اتفاق حقيقة شامل لهذه الشخصية وممكن أنه يكون الاتفاق على الشخصية واحدة ونتمنى على الأخوة طرح شخصية الأخ النائب سالم العساوي لأنه ممكن يكون تمريره خلال الجولة الأولى أجل مجلس النواب عقد جلسته المقرر عقدها اليوم إلى يوم غد الثلاثاء وبحسب جدول الأعمال فإن جلسة الغد ستتضمن تصويت على مشروع قانون تصديق بروتوكول مكافحة القرسنة ومشروع قانون تعضيل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين العام والخاص والمختلط فضلا عن مناقشة وقراءة قوانين أخرى طلب نواب مستقلون رئاسة الفرلمان بطرح قانون مجلس النواب للتعديل النائب رائد الملك دعا في مؤتمر صحفي عقده في دائرة المجلس التشرعية الإعلامية إلى تعضيذ العمل الفرلمانية ومنح القوى السياسية الناشئة والنواب المستقلين مساحة لتقويم العملية السياسية والتشريعية نحن نؤكد على أهمية الالتزام بمنهج التداول السلمي للسلطة ومبدأ الفصل بين السلطات على أساس التعاون والتوازن بين جميع السلطات ثانيا نؤكد مطالبتنا بتعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 من أجل تضمينه أحكاما تعزز الدور الرقابي لمجلس النواب وتتضمن أحكام تخص حقوق المعارضة البرلمانية والتزاماتها ثالثا نؤكد على أهمية تأسيس قيم وأعراف نيابية صحيحة وإيجابية لأن النظام السياسي أي نظام سياسي لا يبنى فقط على أساس النصوص وإنما أيضا على أساس الأعراف والقيم حددت مفوضية الانتخابات الثالث عشر من الشهر الحال موعدا لتقديم قوائم المرشحين لانتخابات فرلمان كردستان العراق المفوضية في بيان ذكرت أن مدة ترشيح الأحزاب السياسية الكردستانية ستكون خلال فترة أخصاها تسعة أيام مبينة أن غلق باب المشاركة سيكون في الثاني والعشرين من شهر آذار شدد رئيس مجلس القضاء العلاء القاضي فايق زيدان على أهمية تطوير الكوادر المتخصصة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية زيدان خلال لقائه الملحق العضلي في السفارة الأمريكية ألين أنديريزي قاكد أن التعاون المتبادل بين البلدين في المسائل القانونية المشتركة وأهمها جرائم غسيل الأموال من جانبها بيانة أنديريزي دعم واشنطن للعراق في مجال الجرائم الملكة وجه رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني الجهد الخدمي بالتركيز على المحافظات المتضررة والأشد فقرا السوداني خلال ترأسي اجتماع لفريق الجهد الخدمي أكد على ضرورة إكمال جميع المشاريع التي أطلقها الفريق هذا العام ضمن الأولويات المتفق عليها كما ناقش رئيس الوزراء مع الفريق خطته في بغداد والمحافظات وما وصلت لك المشاريع المستمرة من نسب في الإنجاز أكد عضو لجنة الخدمات النيابية محمد خليلان الحكومة الحالية لديها رغبة حققية للنهوض بالواقع الخدمي خليل قال أن الموازنات المالية للدولة العراقية منذ عام 2003 وصولا إلى حكومة محمد الشيع السوداني هي موازنات معيوبة ولم يتم معرفة استخدامها بالشكل الصحيح ولافتا إلى أن العراق يحتاج من ثلاث إلى خمس ملايين وحدة سكانية لحل أزمة السكان فيه أعلنت لجنة النفط والغاز أن يبيان العراق سيستثمر غاز حقل عكاز العملاق في الأنبار لإنتاج الطاقة الكهربائية عضو اللجنة باسم نغميش قال أن البرنامج الحكومي يهدف إلى تطوير القطاع النفطي من خلال جولتين طرخص الخامسة والسادسة وملحق الخامسة ومشيرا إلى أن وجود جولة لستة من المصاف الأخرى سيتم تطويرها وإنشاء مصاف جديدة في حال تم الاستثمار تتجه الحكومة المحلية في بابل نحو تسجيل المشاريع الصناعية غير المسجلة والتي تعد بالألاف الحراك المحلي في هذا الصدد والكشفات المقدمة نتابع معبر سنة في المحافظة زيد الشهيبة اتحاد الصناعيين في العراق يقيم مؤتمره الأول لدعم الصناعة في محافظة بابل أكثر من أربعة آلاف مشروع صناعي تمتلكها محافظة بابل ثمانمائة مشروع هي المسجلات ضمن سجلات الدولة أما البقية فغير متابعة من قبل دوائر التفتيش ورقابة الصحية ولا حتى الضمان الاجتماعي ليتعهد اتحاد الصناعات والحكومة المحلية في بابل بتسجيل هذه المشاريع بعد اجتماع ضم جميع الشركات والجهات المسؤولة للخروج بحلول ستمكن هذه المصانع من العمل بوتيرة عالية لإنتاج المحلي وتشغيل أياد عاملة عراقية توجد لدينا أكثر من أربعة آلاف فرصة صناعية كذلك توجد لدينا معامل ومصانع حكومية كبيرة قد تكون فرصة منفردة في العراق على مستوى هذه المعامل وهذه المصانع لنحتاج إلى عدد تشغيلها وتفعيلها للمساهمة في رفض الصناعة الوطنية بالمنتج المحلي وكذلك توفير فرص عمل لكثير من الشباب العاطل اليوم الذي يبحث عن هذه الفرص طبعا المعروف كل عدد العراقيين بين المعامل المتوقفة هي أكثر من 60% من المعامل العراق محاوط بابل تمتلك من مقاومات الصناعية التي تكون محافظة الأولى في العراق والموقع الجغرافي لهذه المحافظة والأثري لجنة الاستثمار النيابية أوضحت أنه سيتم التصويت على قانون الاستثمار الصناعي خلال هذا الأسبوع ويضم هذا القانون بنودا متعددة أهمها إطفاء الديون والضرائب قبل خمسة سنوات من تاريخ إقرار هذا القانون للمصانع المتوقفة لإتاحة الفرصة أمامها للعمل من جديد نقول للمستثمرين الصناعيين أنه هذا الأسبوع إن شاء الله سيصوت على قانون الاستثمار الصناعي وهذا الموضوع الذي جنابك أنت سألتني به هذا الموضوع موجود في قانون الاستثمار الصناعي سنطيه معفاءات خمس سنين قبل إقرار القانون إذا عنده ضرائب أو عنده مشاكل بالإضافة لموضوع الآخر أنه السلف القروض مع المصارف ستكون هذه المعامل المنشآتها تكون الضمان للصناعي هذه سنحل المشكلة وقد شكلت لجنة من الحكومة المحلية واتحاد الصناعات في العراق واتفقت على تقديم كشوفات عن كل الخدمات الأساسية التي يمكن إيصالها إلى المشاريع الصناعية وإدراج أموالها ضمن الموازنة العامة زيد الشهيب الرابعة باب تظاهر أهل منطقة شبانات في كربلاء المقدسة على سوء الخدمات ووضع المسؤولين غير المنفذة وطالب المتظاهرون بتوسيع شارع الشبانات وتوفير البنى التحتية له منطقة الشبانات كربلاء المقدسة والمنطقة حيوية وتربص ست محافظات من البصرة من الناصرية من الديوانية من السماء والحلة كربلاء وانت جاي وتبعد كيلوين عن مركز المحافظة كيلوين عن الإمام وبالزيارات المليونية تكتظل بالشوارع والسيارات منطقة الشبانات الله وكيل هي واجهة كربلاء من جهة المنطقة الجنوبية ست محافظات عليها وذول الزوار من يجون لهاي المنطقة ويجون شوارع تعبانة منطقة الشبانات إضافة إلى ذلك الزبيل إضافة إلى ذلك هاي اللبزول اللي موتت عدنا من منطقة الشبانات ستة أطفال هم ضالتها الريد يلتفت عليها ويبلط الطريق ويوسعه ويخليه لأرصفه إضافة إلى ذلك كثرة السكان ما يتلائموا إياها المدارس عدنا يلا مدرسة وحدة وهذه المدرسة وين تكافل للطلاب طبعا الشارع نطالب به مجاري وخدمات وتوسعه لأن الشارع هذه المنطقة الناس تعبت حددت وزارة تجارة أسار اللحومة التنافسية المباعة في منافذها لدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك مدير عمدارة رقابة تجارية في الوزارة رياض المسابي قال إن سعر كيلو لحم الغلم حضد بـ 12 ألف دينار ولحم البقر بـ 10 ألف دينار ومؤكدا أن الوزارة مستمرة بدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بتجهيز المواد الأساسية وبأسعار مميزة تظاهر العشرات من الموظفين في بغداد للمطالبة باختساب شهاداتهم الدراسية وتغيير عنوينهم الوظيفية متظاهرون ناشد مجلس الوزراء بإجراء تغضلات على الموازنة واختساب شهاداتهم التي حصلوا عليها أثناء الخدمة ناشد دولة رئيس الوزراء المحترم بالسعي الشخصي والتدخل الشخصي لأعادة تضمين نص المادة 63 من الموازن الاتحادية لسنة 2019 الذي عمل بهذا النص سابقا وهذا النص استثنى الموظف من أحكام قانونية وثلاثة بحيث ضمن للموظف الاحتفاظ بمركزه المالي ودرجته المالية حين احتساب شهادته وتغيير عنوان الوظيفة وعمل بهذا النص أيضا في سنة 2018 بنص المادة 36 ناشد دولة رئيس الوزراء بإضافة نص شبيه للمادة 63 للسنة الحالية باعتباره هو صاحب الصلاحية بإضافة هذه المادة وخاصة نحن مقبلين على جداول تكميلية يتيح للمجلس الوزراء دولة رئيس الوزراء المحترم بإضافة هذه المادة قانون 103 دمرنا عاقبنا عقوبات إدارية وعاقبنا عقوبات مالية يعني ماكو بدول العالم إنه أنا عاقبك عقوبتين بقاني نوحد اللي هو تنزيل الراتب وتنزيل الدرجة الوظيفية أنا تعبيت وطيتني موافقة وخليت موافقة دراسية وكملت أربع سنوات وخليت بكاليوروس هندسة حتى أفيد هذا البلد لأن هذا البلد إحنا جاي نبنيه مو مدمرة عدنا مظلومية المظلومية تقول أنه إحنا منحصننا على شهادة أثناء الخدمة يقولون أنه هاي خدمتك كلها تعوفها وترجع إلى الدرجة السابعة كتعيين جديد زين أنا اليوم خدمتي 24 سنة ناس خدمتها أكثر من 30 سنة هناك قسم مواصلين عندنا من الدرجة الثانية الدرجة الأولى الدرجة الثالثة اليوم أنت من الدرجة الثانية والثالثة تنزل للدرجة السابعة على متحتسب شهادتك التي أخذتها أثناء الوظيفة بموافقات ومن كليات معترف بيها من أمام مبنى محافظة ميسان تعالت أصوات الموظفين الحكوميين احتجاجا على مواصفها بالفوارق الطبقية هي وزارات الدولة ومطالبين بذلك خلال حديثهم للرابعة بتغضيل سلم الرواتل جاين على سلم الرواتل مئة وسبعين ألف يعني على ناس تأخذ مليون وعلى ناس قاعدة ببيوتة والرعاية أكثر من عدنا عمال بالعباس كون روح لي للعاية يحسن لنا الله وكيلكم محمد هسأل نشتغل مصبو حد العصر شنو عمي مئة وسبعين ألف الله وكيلك حتى الله ما يرضى شنو برقاني راتبة أربعمية وخمسمية وراتبة بغير دار ثلاث ملايين وأربعة وأنا راتبة خمسمية ليش وين العدالة زين بالدستور العراقي كلنا عراقيون متساوون بالحقوق والواجبات دون تميز عرقي أو طائفي أسأ وين الحقوق ووين الواجبات ووين المساواة سنتين مال كورونا بالفايروز بالوصاخة بالجراثيم زين أطوهم مكافؤات قطع أراضي والله ما تخسرون عدتك محاول مفتوح أو أزعها على شكل قطع وطنها البلدية والله كافي والله العظيم الزود نحن نريد السلم نريد ندعي على السلم على حقوقنا يحققونا العدالة حالنا حال الموظفين ضمن حضورهم في مهرجان سيدات الأرض الجنوبيات الذي أقيم في محافظة ميسان داغت مجموعة من النساء إلى تفير القوانين المناهضة للعنف ضدهن وتقديم الدعم للمرأة العراقية في نيل حقوقها الكاملة مهرجان سيدات الأرض الجنوبيات كان بحضور ملفت من المحافظات الجنوبية ونحن سعيدين بهذه الاحتفالية التي كانت برعاية دولة رئيس الوزراء وهذا الاهتمام ليس بغريب على دولته ونحن جدا سعيدين بحضورنا في محافظة ميسان وهو الاحتفال يعتبر مركزي للمحافظات الجنوبية حقيقة هذا الدعم من رئاسي الوزراء هو راح يكون دعم مباشر وقوة للمرأة في تفعيل قراراتها وخصوصا هذه الأيام من العنف الأسري نتمنى أن تفعل قوانين أكثر حدة للعنف الأسري للحد من هذا العنف وتعيش المرأة حياتها بسلام ونعيم واحتضان أطفالها حتى تأدي دورها كأم ومربيا نحن هنا حتى نشجع أن ندعم المرأة ونحافظ على حقوقها ندعم أن نفعل قوانين اللي هي الدافع عن حقوق المرأة مثلا يعني ضد العنف الأسري والقتل واللي دي يصير يعني بأعذار على أساس أنه هي شرعية تم اليوم قامت حفل بناسبة هذا اليوم على أرض ميسان هذا الحفل تم برعاية المهندس رئيس الوزراء محمد شاع السوداني بعنوان جنوبيات كان الحضور جدا واسع بمختلف الجنسيات ومختلف النساء من جميع الدوار الحكومية والناشطات والدكتورات والمهندسات عشرات المواقع الأثارية في الكوفة لم تنقب حتى اليوم في هذه المدينة الأثارية وبدل أن يتم الاهتمام بهذا المعلم التاريخي يحيلت هذه المناطق للاستثمار تفاصيل أكثر نتباح ما مرسلنا في النجف تخصيم الشيخ مدينة الكوفة التاريخية إبان خلافة الإمام علي عليه السلام كانت تضم قصبات وأزقة ولها مسميات اندثرت أغلبها وما موجود في يومنا الحاضر من مسميات ومدن لا تمت لتاريخيتها بصلة في حين بقت أماكنها الأثرية بدون تنقيب آثار اللي تفضلت بيها يعني احنا كلنا نواكفين على آثار ماكو مكان بالكوفة ما بي آثار يعني لا تعتقد ولكن لا كوا مثلا لا جابوا مثلا لآثار يعني منقبين لا نقبا ولا لا اهتموا بهذه القضية كوفتنا مهملة والإهمال الذي تعرض له هو إهمال من ناحية الأثرية ليش لي أن الكوفة اليوم جواها مدينة أثرية كاملة الكوفة الثانية انتهت الكوفة القديمة ليش لي أن اهتمام بالتاريخ اهتمام بالآثار اهتمام بهذه الأرض الحضارة لهذا البلد لهذه المحافظة اللي هي مدينة الكوفة يعني للأسف إحنا دي نشاهد أكثر من خمسين موقعا أثريا في مدينة الكوفة لم تنقب لحد الآن وما نقب منها لا يكاد يتجاوز عدد الأصابع رغم مرور الكثير من البعثات التنقيبية بالمدينة يعني الكوفة منمت لها آثار قديمة انطمرت تحت هذا المكان اللي احنا سنشوفه يعني بارتفاع حوالي خمس مترات مطمورة تحت الأرض يعني من ناحية المباني من باحية المساجد هي كان يسموها جمجمة العرب ليش لأنه اجوا الأدباء والشعراء وصارت مركز تجاري مركز أدبي سياسي أسكري وفي الوقت الذي يتطلب من الجهات المعنية الحفاظ على الإرث التاريخي والأثري تعرضت مدينة الكوفة في الفترة الأخيرة إلى تحويل عدد من أراضيها الغير منقبة لحد الآن إلى فرصة استثمارية من مدينة الكوفة تحسين الشيخ الرابعة توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بأن قواته ستنفذ عمليات أسكرية في مدينة رفح وزعم نتنياهو أن العمل الأسكري ضد حماس في مدينة رفح سينهي مراحل القتال المكثف في قطاع غزة هذا ويتكدس في مدينة رفح الواقع أقصى جنوبي غزة على الحدود مع مصر أكثر من بيون فلسطيني نزحوا إليها أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هانيجا انفتاح الحركة على التفاوض والتوصل إلى اتفاق وقف يطلق النار هانيجا في كلمة الله حمل الاحتلال مسؤولية الإخفاق في التوصل إلى الاتفاق بسبب عدم الالتزام بمبادئه الأساسية أن العدو حتى الآن يتهرب من إعطاء ضمانات والتزامات واضحة خاصة في موضوع وقف إطلاق النار أي وقف الحرب العدوانية على قطاع غزة حتى قبل ساعات من هذه الكلمة كنت على اتصال مع إخواني الوسطة لم نتلقى إطلاقاً أي التزام بهذا المعنى بمعنى أنه يريد أسرى ويريد استرداد أسرى ويستأنف الحرب على شعبنا وعلى قطاعنا ثم حتى هذه اللحظة هو لم يعطي التزام بالانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة ويتحدث عن إعادة انتشار وإعادة تموضع لقوات الجيش المحتل في داخل قطاع غزة وأيضاً لم يعطي أي التزام حتى الآن بعودة النازحين إلى أماكن سكنه هذه رفح اليوم التي يعيش فيها أكثر من مليون وثلاثمائة ألف من النازحين كذلك في خيام وفي مخيمات الإيواء في خان يونس وفي الوسطى وفي داخل غزة وفي الشمال حتى الآن لم يعطي أي التزام وللحديث حول آخر التطورات من قطاع غزة ينضم إلينا مراسلنا هناك محمد البلبيسي مساء الخير محمد بعد التحية يعني نتحدث حول ما أثير أخيراً من الأنور وحول مقتل ما يقارب يومياً 63 امرأة داخل قطاع غزة نعم نعم فزان الجيش الإسرائيلي في جرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين لا يطرق بين مدني أو عسكري أو لا يطرق بين لساء أو سيوغ أو أطال لذلك معدل الشهداء دائماً يكون بحصيلة مرتفعة وتتركز دائماً الحصيلة من المدنيين وأغلبهم من النساء ومن الأطال يومياً يكون هناك بمعدل مئة شهيد في غزة وأكثر من 60% من هؤلاء ربماً يكون لساء وأطال لأن أغلب المنازل التي تهتم خصفها والأماكن هي أماكن مدنية تحوي عدد كبير من المدنيين لذلك بيان وكالة غوث وتشهيل اللجين أنر بأن التركيز في القبل الاحتلال الإسرائيلي على استهداف النساء والاستهداف الأطفال هو صحيح وهذا ما نوثقه نحن وما نشاهده إلى جرائم الجيش الإسرائيلي والقصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق مختلفة من فتحة غزة والاستهداف مربعات سكنية ومنازل المدنيين لذلك الجيش لا يفرق بين النساء أو بين مطلوبين لديه فهو يقوم بتدمير مربعات سكنية كاملة حتى لو كانت القصيلة معظمها من الأفقال أو من النساء أو من الجيش محمد أيضاً كان هناك معلومات حول مطالبة المفوضية الأوروبية بفتح الممر البحري لسرعة إدخال المساعدات وكان هناك مطالبات أن يكون الموعد يوم الأحد القادم نعم هناك جهود جبنمسية بدأت على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية وبعد أن قرر رئيس الأمريكي جو بايدن باستماح لإنشاء ميناء في بحر قطاع غزة لإدخال كمية أكبر من المساعدات وإدخال أيضاً أكبر عدد ممكن من القوافل لإيصالها إلى الناس في شمال غزة وجنوب قطاع غزة ربما هذه خطوة إيجابية ولكن التخوف تائماً من أن تكون هذه الخطوة لإيطالة أمد الحرب أو السيطرة وفصل قطاع غزة والتخلي على منفذ معبر رفا وهو الطريق والمنفذ البري الوحيد الذي ينصد قطاع غزة بالعالم وأيضاً إحكام السيطرة بشكل أكبر وكما تعلمون إذا تم إقامة ميناء في قطاع غزة ستكون تحت رعاية أوروبية وأمريكية وأيضاً فرض السيطرة لدخول أي مساعدات ومراقبة من سيدفل ومن سيخرج إلى قطاع غزة وبذلك ستنجح إسرائيل بالسيطرة على منافذ القطاع وتلغي بحث ذاتها منفذ معبر رفا وربما سيكون مقدمة لأي خطة لإسرائيل لإشتاح رفا لأن إسرائيل إشتاح رفا سيتم وقف طريق الإمداد من معبر رفا إلى منافذ وسط وشمال قطاع غزة للحديث فزان عن الوضاع الإنساني ونحن اليوم في اليوم الأول لشهر رمضان المبارك وكل عام وأنت بألف خير وكل المشاهدين وقناة رابعة رغم الألام والجراح التي نعيشها نحن هنا في قطاع غزة إلا أن الفلسطينيين أثروا على البقاء والاحتفال في هذا الشهر واليوم نحن في أول أيام شهر رمضان المبارك ولكن الأخبار السيئة نتحدث عن ارتفاع عدد الشهداء الذين ماتوا بسبب سوء التغذية ونخص المواد التامنية في شمال غزة إلا 25 شهيدا من عظمهم من الأفطال وأيضا الواقع الأليم أن الفلسطينيين في ساعات الليل الأولى لهذا اليوم يعني محمد بالحديث حول حرمة شهر رمضان يعني المبارك ودخول قطاع غزة وفلسطين لأداء هذه يعني العبادة في شهر رمضان هناك سياسة الآن يتعرض لها جميع الأسرة في سجون الاختلال وما يبلغ تقريبا عددهم حوالي 9100 أسير يعانون من سياسة التجويع والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية حدثنا أكثر حول ما يقوم بها الاحتلال بممارسات محرمة دولية نتجاه يعني السجناء وأيضا الأسراء في السجون الإسرائيلية كما تعلم فزان بأن شهر رمضان المبارك له طقوز دينية مختلفة وطقوز هو زيارة الأهل وأيضا الاجتماع على مائدة واحدة ولكن ما يحاول الجيش الإسرائيلي والسجنين في سجون الاحتلال هو فرض وقاع جديدة على السجناء وعلى الأسراء الفلسطينيين مثل حلمانهم من الإختار بشكل جماعي بأيضا التقليل من إمكانية إدخال الطعام لهم منعهم من تيار أهاليهم من التواصل مع العالم الخارجي أيضا احتصار الصلوات والتضييق عليهم لأداء صلاة الطراويح في بحاف السجون وفي مناطق يسمح الأسراء بأداء صلاة الطراويح فيها وأيضا بالتقليل بإدخال المواد التامونية واللازمة هناك سياسة الكنتينة يوجد مبالغ مخصصة من أهالي الأسراء لأسراهم داخل السجون ولكن في شهر رمضان الجيش الإسرائيلي يرصر ويتعمد بمضايقة هؤلاء الأسراء داخل السجون وعدم إيصال هذه المساعدات عليهم طقوس شهر رمضان وهذا أيضا ما يرتكبه ضد سكان قطاع غزة محمد بإيجاز هناك معلومات وردت خول منع سلطات الاحتلال من رفع الآذان داخل قطاع غزة ما هي دقة هذه المعلومات بالتحديد وباختصار لو سمعت دقة هذه المعلومات نحن نتحدث عن منع أو عدم تمكن سكان قطاع غزة من تمام عدم الفجر أو آذان المغرب لأمرين هو تدمير معظم مساجد قطاع غزة تدمير وانقطاع شركة الكهرباء منذ ستة أشهر عن القطاع ولا يوجد مقومات أو عوامل لو رفع الأذان إلا في بعض مناطق لا يوجد فيها قطاع لذلك منطقة الوسطى سماء الغزة لا يوجد أي فرصة لسماع الأذان لأن معظم مساجد قطاع غزة دمرت والمآذن دمرت ولا يوجد إلا بجهد شخصي الفلسطينيون بذلك نفسهم يقومون برفع أذان الفجر أو أذان المغرب بجهود شخصية من مناطق مرتفعة ولذلك نجح الجيش الإسرائيلي بمنع رفع الأذان وكما تسمع الزنانة والطائرات المكتب للطائرات هذا يشوش على أي ألية جميع السياسات المحرمة دوليا يستخدمها لأختلال وسلطات الأختلال لأهالي قطاع غزة رمضان كريم محمد عليك وعلى جميع أهل فلسطين وقطاع غزة شكرا جزيلا لك إذن مراسلنا من قطاع غزة محمد بن بيس كان معنا في أمل الله محمد بالعودة مشاهدين وبالعودة للحديث حول ملف كردستان العراق وما يتلخص بأزمة الرواتب ينضم إليك في الستوديو الخبير الاقتصادي السيد مازن الصعد مساء الخير سيد مازن أهلا وسهلا بيك ومشاهديك الكرام ونسف عن بعض التأخير بسبب الزحام هذا الطريق أهلا وسهلا مستاذ أبدأ معك اليوم وزارة الماليقة ألزمت الأقليم بتوطين رواتب موظفي مقابل صرف رواتبهم هل سيلتزم الأقليم بهذه الخطوات إجراء صحيح إذا ما تمت التخطيط بطريقة المية بطريقة فريندلي صديقة برسائل إيجابية نوصلها إلى الموظف الموجود في كردستان من أجل أنه يعرف بأنه الدولة جزء من الحل وليس مشكلة الموضوع هو ليس بسياسة الشعب كردستان هو شعبنا ونعتقد فرصة هي جدا كبيرة للحكومة المركز إذا ما استخدمت هذه العملية في زيادة اللحمة الوطنية من باب أنه تسجل كل شخص يعني يرغب في أنه يوطن راتب تعال يا أخي انطيني المعلومات مالتك انطيني الوثائق الثبوتية اللي أنت فعل الموظف في الدائرة القوانية وابدي أصرفها حتى إذا صارت أي مقاصة مستقبلية أكو دوكيمنت حقيقية البلد صرفها إلى يعني اليوم ربما كما ذكر مقرر الشؤون المالية جمال كوجر أنه يحتاج إلى تدقيق لقوائم ما يقارب تقريبا شهر لتدقيق قوائم عن الرواتب الخاصة التي وردت من أقليب كردستان هل هذا الموضوع سيستخدم كورقة من قبل كردستان العراق ضد الحكومة الانتحادية بتأخر الرواتب وإلقاء اللوم على حكومة المركز أنا أعتقد هذه العملية من حكومة العبادي يعني نعم أساس الخلاف في حكومة العبادي في ذاك الوقت في أنه أعطونا القوائم الدولة غير قادرة على التخطيط الصحيح والتخطيط العلمي الذي مثل ما قلت جنابك يخلق جو فريندلي صديق حتى تقدر أنت شعبك تنطيهم رواتبهم أنا ما أحتاج شهر حتى أجرد الموجود أمامي أجرد وأجيب داتابيس حقيقية كل من يستلم راتب وفق الرغم الوطني مالته وفق الدائرة أخلق بيانات وأصممها بحيث كل من يستلم في المرحلة اللاحقة ما راح حق يقصون عنده فت ريكورد حتى ما راح يقدر يسوي دبل وياخذها مرتيا لذلك العملية ما نحتاج إحنا ننتظر شهر كل من جاهز بأنه يوطن راتبه أهلا وسهلا بي إن شاء الله هو يروح للبنك وينطي أوراق الثبوتية ونحول لها عندنا مشكلة قرار محكمة التحادية بخصوص توطين الرواتب ما يقارب 400 ألف برميل يوميا لحكومة المركز أنا أعتقد الحكومة المركزية والمحكمة الاتحادية والدولة بكل أمانة يعني تنفخ في قربة يعني مفتوحة ما يصير ما ممكن لأنه أساس الخلاف مع الأقليم حسنا لا أتكلم بالسياسة أتكلم بالإرادة بالإدارة عفوا أساس الخلاف هو أساس الدية المعلومة لأساسا ما عدنا نحن نفاوض عليها لو حكومات العراقية المتسابقة وأيضا الحالية من خلال وزارة المالية لو تملك بيانات حقيقية وتتعامل على أساس البيان والمؤشر صدقني الطرف الثاني سيكون أضعف من الضعيف نعم ولكن نحن نتكلم بهوى السياسة وبهوى المواقف هذا ما ممكن ينحل لا محكمة اتحادية ولا إيس لأنه بالنتيجة شعبك قدامك أنت شتحاق بالشعب ما يصير لذلك المشكلة في المركز عليه أن يخطط تخطيط جدا صحيح ويخلي التاركت مالته الهدف الفئل اللي تستلم الرواتب سيكسبهم يزيد اللحمة الوطنية يخلي انتماءهم لهذا البلد لحكمة المركز نعم هذه المشكلة لذلك نحتاج ناس مخططين زينا نسميهم البلانرز والدبلويرز من يخطط ومن ينفذ بالطريقة اللي يخلي لها حقيقة يعني خطة صحيحة ويحسب التحديات أمامها يعني كان هناك أيضا أوساط رقبية تحدثت يعني صرف الرواتب وتوطير الرواتب سيثقل ميزانية الاتحادية حكومة المركز يعني سيزيد من مخصصات الميزانية وبالنتيجة سيدفع وبالنتيجة سيدفع كما أسمعت صاحب نعم في حال يعني عدم التزام الاقليب بتسليم واردات النفط نعم هل يحق للمركز بصرف الرواتب لموظفي الاقليب؟ يا أخي لا يحق لأنه أنت تعاقب شعال فإن هذه المشكلة إن المشكلة من لا يوافق هم فئة إدارية سياسية متمركزة ومنتفعة من وجودها من الحكم فما ممكن أنت تعاقب الشعب على أساس هذه الفئة عليك أن تكون مثلا يرادلها خطة سيد العزيز خطة سميها المسجد البري عليك أن ترسل رسائل حقيقة جدا حقيقية جدا إلى الناس وهي فرصة وهي فرصة الآن بأنه أنت تتحافظ على شعبك وتخليه جزء من جمهورك بأنه تخلي لك بكل أمانة عملية سهلة وسلسة تكسب هذا الشعب الذي موجود وبالنتيجة ما في شك بأنه سيكون هم أيضا منتمين إلى المركز ويثقون بقرارات المركز والسلة الغذائية مالتهم ستعتمدون عليها أكثر وسيثقون بها أكثر وبالنتيجة إذا عندك خلاف الطرف الثاني يا سيد العزيز سيذوب أوتوماتيكي نعم يعني اقتصادية نتحدث كخبير اقتصادي في حال صرف الرواتب من قبل الميزانية الاتحادية من حكومة المركز بالتالي سيرفع نفقات التشغيلية في الميزانية الاتحادية من سيعوض هذا النقص في الميزانية وأحنا يعني في بداية التخطيط ووضع الميزانية ثلاث سنوات كان هناك ما نتحدث حول عجز ربما سيحدث في حال انخفاض أسعر النفط عما تم وضعه في الميزانية ما يقارب 63 مليار من سيعوض هذا النقص وهل سيزيد هذا الموضوع من العجز بالنسبة للميزانية والحكومة الاتحادية سيعوضها نفط البصرة وستدفع الدولة الرواتب إذا مو كاملة فمو أقل من 70% راح تدفعها بسبب نسميحنا الكايندنس شفق الحكومة على شعبها نعم الآن بكل أمانة الملف السياسي أثبت بالدليل القاطع منذ أكثر من 15 سنة ليس لدينا أساس حقيقيين يعرفون يتعاملون مع الطرف المقابل دائما تنازلات 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 وهذه مو صحيحة جنابك الجواب في ضمن سؤالك نعم الميزانية ستكشف حقيقة وسيكون هناك عجز أكبر نعم وبالنتيجة ما راح تقدر يعني السيد رئيس الوزراء أنا واثق يمتلك من الرحمة والشفقة ما ممكن يكون يوصل إلى قوت المواطن ويقول له أنا ما راح أمطيك يا أحسن يعني نفاوض ونطالب ونطالب بكل أمانة ولكن بهذه الطريقة سنعود كما كنا وكما نحن أكثر شفقة وحقيقة يعني مودة لشعبنا في كردستان وراح نمطيهم المشكلة احنا احنا اكو مشكلة يعني اكو عندنا شعب كردستان واكو حكومة في كردستان احنا مشكلتنا مع الحكومة نعم مزين علينا أن نشتري الشعب والحكومة نتفاوض أوتوماتيك راح تكون انت حقيقة وربما ستتتفاوض الحكومة حول قانون النفط والغاز الذي عليه وإشكالات منذ عام 2014 احسن نفط والغاز يا مو بس الحكومة يعني مو بس حكومتنا مو بس كردستان يعمل طالب بي ايضا محافظاتنا ايضا نطالب في اقسام قانون النفط والغاز بالطريقة الصحية ولا اعتقد ولا اتوقع بأنه اذا ما حل موضوع او شرع قانون النفط والغاز سيتم حقيقة يعني حسم الموضوع بلمحة بصر ما ممكن نعم قضايا متجذرة ومشاكل كبيرة وارقام تائهة ما انت احنا نقول مشكلتنا وين نقول الديتا المعلومات قال ما انت ما عندك معلومات يا سيد العزيز تتفق على ورقة وتختلف وتؤجل الخلاف الى جلسة اخرى وفي الجلسة واختلاف البنود واختلاف المتطالبات لذلك لا حل في ذلك الحل الحقيقي هو في ادارة البيانات نعم اذا عندنا بيانات حقيقية نقبل بكل الخسار اوكي ونبدأ من منطقة الصفر الان يا موظفي بجدولة هذه البيانات والبناء على هذه البيانات من ديوان من اليوم انا ابديها اجي اخلي حقيقة يعني احسب التحديات اللي حوالي وابدي ان شاء الله بمدرسة ان شاء الله ابدي بمصنع صغير راح نخلق بانه وجود المحتوى والجدوى الصحيحة والحقيقية اللي البناء عليك اذا الحديث يطول حول هذا الموضوع سيد مازن الخبير الاقتصادي مازن السعد كتماعنا شكرا جزيلا وإلى هنا وصلنا لختم النشر وهذا تذكير بأبرز مجاعة فيها مخاطبة الانتحادية الماليقة تشترط اكمال التوطين لإطلاق رواتب الاقليم وتحضيره من ارتفاع نفقات الموازن رئاسة البرلمان تقسم البيت السني ياليطار يترقب طرح مرشح توافقي وترجحات بتمريره بالجولة الاولى الاولوية للمناطق الفقيرة السوداني وجه بسرعة إنجاز المشاريع وتوجه لاستثمار الغاز المحلي لتوليد الكهرباء رغم محاولات التواصل لهدن نتنياهو يتعهد بعملقة برقة في رفح والاختلال ينشر الافة الجنود في الظرفة الغربية ختم النشرة في أمان الله اشتركوا في القناة